يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وصباح الخير عليك يا عبدالصر صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الأربع الموافق 12 إبريل 21 رمضان خلاص بقى الأيام الحلوة بتجري بسرعة يعني بنتكلم عن العشر الأواخر في شهر رمضان ربنا يجعلهم أيام رحمة ومغفرة وأطق من النار مبارح كانت ليلة بطرية ليلة فردية بنتكلم على ليلة من المحتمل اللي هي تكون ليلة من ليلة الأدر تحديداً اللي زي ما قال ربنا في كتابه المبين أن ليلة الأدر خير من ألف شهر وإحنا بنتكلم على ليلة الأدر والعشر الأواخر تحديداً بنتكلم على دعاء من الأدعية المستحبة للرسول عليه الصلاة والسلام لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول وقالت له بما أدعو في هذه الليلة فقال اللهم إنك عفو وإن تحب العفو فاعفو عنها أكيد الأدعية كتير يا منا والدعاء كتير ويمكن ده الدعاء اللي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أنا بشوف طبعاً مدعي بالدعاء ده لكن ربك رب قلوب ادعي باللي في قلبك اللي على لسانك واللي على قلبك واللي أنت محتاجة فعلاً من ربنا عشان يكون في صدق وإخلاص في الدعاء تحديداً أنت بتدعي تقولي إيه في العشر الأواخر مش بعرف فيبقى عندي حاجة سابت أدعي بيها يا عبدالصمت كل وقت ببقى حاسة فيه إن أنا محتاجة حاجة بقولها صحيح ساعات ما بقولهاش أبص كده أقول يا رب أنت العالم بحيلي وغني عن سؤالي صحيح بعدها يعني عارفة لا ساعات بتبقى مش عارف تعبر ساعات بتبقى مش عارف تدعي ساعات بتبقى يا إما مبسوط قوي وعايز تشكر ربنا يا إما ديقة قوي وحاسس إنها محتاجة تفرج عليك فبتبقى مش عارف تعمل إيه صحيح فوقتها أنا ما بعرفش أدعي بفضل بس كده بدعي بقلبي ما بعرفش ما عنديش دعاء منطق سابت يعني أدعي أتفهم للأدعي برضو اللي بحبها ربنا لا تؤخذنا الناسنا وأخطأنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم يعني أنا بحس لو زي ما أنت ما قلت أحيانا أنا ممكن أرفع إيدي بس وأقول يا رب يا رب إيه بقى هو ربنا عارف بالجواية ربنا قضرى ومطلع على الجواية ولنا نفسي أقوله وزي ما أنت قلت أحيانا كتير قوي بتلاقي نفسك عاوزة تدعي بس مش عارفة تتكلمي بعد ما بتكبر شوية كل ما بتكبر أكتر كل ما بتبقى عندك نطق أكتر كل ما أسلوبك في الدعاء بيختلف يعني زمان الواحد كان يعود يقول يا رب لو فيها خير قربها ليه بعد شوية الناس بقت أو الواحد يعني بتكلم عن نفسي يا رب لو ما فيهاش خير خلي فيها خير وقربها ليه صحيح شوية بقيت متمسك بيه آه بعد شوية ما أنا بقول لك بعد شوية بتديت تعرف أنه بجد ما بتمشيش كده والله ما بتمشي كده الواحد بيبقى عايز حاجة جدا ومش هي وساعات بيبقى مش عايز حاجة خالص وهي دي ففعلا يا رب يا رب ما معرفش أقوله لك كده صحيح يمكن ده دعاية أنا وانتي لكن أكيد السادة المشاهدين ليهم دعاء مختلف في يعني العشر الأواخر من رمضان تحديدا زي ما بنقول لأيام الحلوة بتجري بسرعة أو يا جماعة يعني لسه كنا بنقول كل سنة منذ طيبين رمضان كريم لحينا النهاردة خلاص بنكلم في تسعة أيام تقريبا أو ربما يكونوا تمانية وأنا شخصين نفسي بقوا تسعة يا رب يا رب طيب على أي حال مستنين إجابتكم على سؤالنا النهاردة اللي بيقول إيه الدعاء اللي بتحرس عليه في العشر الأواخر من رمضان لأن ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصة ببرنامج صباح الخير يا مصر